السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كروشي جانا انها هبدأ هنعمل مع بعض اشياء المسلث بغفزة جديدة شكلها جميل جدا وفي نفس الوقت سهلة في التنفيذ تكرر التلسطور بس هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله هتعجبك الخروط المستخدمة انا هستخدم حمالايا سوبا بلوكس انت كمان فيك تستخدم اي خروط انت حبه وهستخدم معي برقم اربع يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك واشيبوا لو جديدة معانا تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لككل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل هبروح على اول سلسلة بدخل وبسحب الخيط وبخرج بمنزلق كده انا قفلت الدايرة بتاعتي واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور الاول لفع الابرة من داخل الدايرة اللي انا عملتها بسحب الخيط وباخد العمود التاني كده بالابتفاع عندي اتنين عمود واحد اتنين سلسلة لفع الابرة من نفس الفرار باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة من نفس الفرار باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين سلسلة لف عالبة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني واحد اتنين ثلاثة سلسلة لف عالبة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني واحد اتنين سلسلة من نفس الفراغ باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني وكده الدرب الاول خلص يبقى اشتغلنا اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود تلات سلاسل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود تلات سلاسل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بالشكلة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهالف الشغل ولفع الابا من اول فراغ على طول هدخل واشتجل اول عمود التاني واحد اتنين سلسلة من نفس الفراغ باشتجل اتنين عمود العمود الاول العمود التاني يبقى كده انا اشتجلت في اول فراغ صدف واحد اتنين ثلاثة سلسلة وعندي هنا فراغ من ثلاث سلاسل لفع الابا وهفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية هدخل وباسحب الخيد واحد اتنين ثلاثة اربعة لفع الابا هخلج منهم كلهم مع داختين لفع الابا بخلج من الاتنين واحد اتنين ثلاثة سلسلة لفع الابا من نفس السلسلة هنزل تاني واسحب الخيد واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابرة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابرة بخرج من الاتنين كده اشتغلت في السلسلة رقم اتنين اتنين بوف ما بينهم تلاتة سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة على الفراج اللي عليه تدور على طول بتاع الاتنين سلسلة هاخر تصرفه العمود الاول العمود التاني اتنين سلسلة اتنين عمود كده داخل الصدفة اشتغلنا صدفة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة عندي هنا فراج من تلات سلاسل بفوت السلسلة الاولى بروح للسلسلة رقم اتنين بسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة نفع الابرة بخرج منهم كلهم ما هذا خطين نفع الابرة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة نفع الابرة من نفس السلسلة بنزل وبسحب الخيط واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة لفع الابرة بخرج منهم كلهم ما داخلتين لفع الابرة بخرج من الاتنين كده اشتغلت في السلسلة رقم اتنين اتنين برف ما بينهم تلاتة سلسلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة بروح لفع الاخير وباشتغل صدفة اللي هي اتنين عمود العمود الاول التاني اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود التاني يبقى احنا عندنا كم صدفة في الدور عندنا صدفة في بداية الدور صدفة في الوسط صدفة في نهاية الدور والتلات صدفات الدول هيفضلوا معنا سبتين تنمحنا شغالين في البداية في الوسط في النهاية كده الدور الثاني خلص واحد اتنين ثلاثة سلسلة بلف الشغل وعلى الصدفة هاشتغل صدفة زي ما احنا قلنا الصدفة بتاعة البداية والوسط والنهاية سبتين معنا تنمحنا شغالين واحد اتنين سلسلة من نفس الفرق باخد اتنين عمود العمود الاول العمود التاني واحد اتنين ثلاثة سلسلة لفع الابرة عندي هنا بف ثلاثة سلسلة بف في السلسلة بتاعة الوسط هنفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية بدخل طبعا لو انت لقي صعوبة ممكن تجديها من وسط الفرق على طول واحد اتنين ثلاثة اربعة لفع الابرة باخد منهم كلهم مع دختين لفع الابرة باخد من الاتنين واحد اتنين ثلاثة سلسلة لفع الابرة نفس السلسلة بدخل بسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخوج منهم كلهم معدختين لفع الابة بخوج من الاتنين كده اشتغلت داخل البف بف شايفها بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة وعلى الصدفة هشتغل صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود التاني وكده وصلنا للوسط يعني اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة عندي هنا تلات سلاسل ما بين البف والبف في السلسلة رقم اتنين بدخل وبسحب الخيط اربع سحبات واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخوج منهم كلهم وعلى داختين لفع الابة بخوج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس المكان بسحب البف التانية من اربع سحبات واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخوج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخوج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد صدفة بتاعت النهاية هشتغل صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود هخلص الدور التالت ونبقى في بداية الدور بربع انا كده خلصت الدور التالت وبدأت بربع باول صدفة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة عندي هنا بف تلاتة سلسلة بف الفرق بتاعت تلات سلسلة بادخل وبأسحب الخيط وبأاخد عمود سلسلة واحدة لفع الابة من نفس الفرق بأاخد العمود التاني سلسلة لفع الابة من نفس الفرق بأاخد العمود التالت سلسلة لفع الابة من نفس الفرق بأخذ العمود الربع سلسلة لفع الابة من نفس الفرق بأخذ العمود الخامس كده أنا اشتغلت خمسة عمود بينهم واحد سلسلة بالشكلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد صدفة هاشتغل صدفة العمود الأول العمود الثاني اتنين سلسلة اتنين عمود كده انا اشتغلت الصدفة بتاعة الوسط بالشكل دولة قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط واحد اتنين تلاية سلسلة لفع الابا عندي الفرق بتاعة تلس سلاسل ما بين البف والبف بدخل باسحب الخيط وبياخد اول عمود سلسلة واحدة كفاصل العمود الثاني سلسلة واحدة العمود الثالث سلسلة واحدة العمودة بابع سلسلة العمود الخامس واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الصدفة بتاعة النهاية هشتغلها صدفة هخلص الدول الرابع واشتغل الدول الخامس بأول صدفة ونرجع تاني انا كده خلصت الدول الرابع وبدأت الخامس بأول صدفة والدول الخامس هنا هنبدأ ناسس يعني كل ما هتشتغل الخامسة عمود بينهم واحد سلسلة يبقى الدول الجديد على طول هناسس هنشوف هناسس فين بعد ما عملت صدفة البداية واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع عندي هنا تلات سلاسل بفورت اول سلسلة بروحة تانية باشتغل بفور واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابع بخرج منهم كلهم ما داختين لفع الابع بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع من نفس السلسلة باخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابع بخرج منهم كلهم ما داختين لفع الابع بخرج من الاتنين بالشكلة يبقى احنا اسسنا في اول فراج ابننا على طول بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بروحة لأول فراج عيابيني ما بين العمود الاول والتاني بتاع الواحد سلسلة باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو بطريقة الاناناس واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول باخد حشو كده اصبح عندنا تلات فراجات من اربع سلاسل فوق العمدان بالشكلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابع عندي هنا تلات سلاسل قبل الصدفة بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية هدخل وعمل بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخجمنهم كلهم مع داختين لفع الابة بخجمن الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة نفس الفراج باخد من نفس السلسلة باخد بف التانية واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخجمنهم كلهم مع داختين لفع الابة بخجمن الاتنين بالشكل ده يبقى عملنا في البداية تأسيس وكمان عملنا قبل الصدفة بتاعة الوسط تأسيس جديد واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة واحد صدفة هاشتجل صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وكده احنا اشتجلنا الصدفة بتاعة الوسط اللي اشتجلنا قبل الصدفة هنشتجله بعض الصدفة بنفس الترتيب واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة عندي هنا تلات سلاسل بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية على طول بدخل وبسحب بف واحد اتنين ثلاثة أربع لافي اتنين احنا ا ت�! بفاجة ايك! تلاتة سلسلة لافي ايك! باخد البرف التاني واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابا بخرج من الاتنين كده عملنا تأسيس للجبز واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا خمسة عمود بعد العمود الاول في الفراغ بتاع الواحد سلسلة باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة فور اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة فور اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة فور اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا عندي هنا تلات سلاسل بفورت السلسلة الاولى السلسلة التانية بعمل بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باخد البرف الثاني واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابة بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابة بخرج من الاتنين بالشكلة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى صدفة النهاية هشتجلها صدفة اللي هي اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وهلف الشول وابدأ الدور السادس باول صدفة ونرجع تاني انا كده خلصت الدور الخامس وبدأت السادس باول صدفة والدور السادس هو تكبر الدور التالت يبقى احنا كبرونا الدور التاني دلوقات بنكرر الدور التالت هنشوف هنكرره ازاي عملت صدفة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا عندي هنا تلات سلاسل بين البف والبف بفوت السلسلة الاولى والسلسلة التانية باشتغل بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابا باخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابا باخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا من نفس الفراغ باخض بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابا باخرج منهم كلهم مع داختين لفع الابا باخرج من الاتنين بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وعندي هنا اول فراغ من اربع سلاسل بعمل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده بعمل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده بعمل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة على الابر بروح الفراج بتاع البف والبف من تلس سلاسل بفوت السلسلة الاولى بشتغل في السلسلة التانية بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايبة باخرج منهم كلهم مع دخلتين لفع الايبة باخرج من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة من نفس المكان باخد البوف التاني واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايبة باخرج منهم كلهم مع دخلتين لفع الايبة باخرج من الاتنين بالشكل واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعندي هنا صدفة هشتغل صدفة. ودي صدفة الوسط. العمود الاول. التاني. واحد اتنين سلسلة اتنين عمود. كده انا اشتغلت صدفة داخل الصدفة. واللي اشتغلنا قبل صدفة الوسط عمود هشتغل بعض صدفة الوسط. واحد اتنين. تلاية سلسلة لف اقياة وعندي هنا فراغ من تلات سلاسل. حفوت السلسلة الاولى. سلسلة التانية هشتغل منها بوف. ثلاث سلاسل بوف. بعد كده تلات سلاسل. وعلى اول فراغ حشو. اربع سلسلة وحشو. اربع سلسلة وحشو. يعني النفس اللي اشتغلنا في الجزء الاول من الدور. هنشتغل في الجزء التاني من الدور. اخرج을 تاني. انا كده خلست الدور السادس وبدا الدور السابع باول صدفة. والدور السابع معنا هو تكرار الدور الرابع. اللي هو فيه عمدان ما بينهم سلسلة. يبقى احنا بنكرر تلاتة ادوار بس. التاني والتالت والربع. طول ما احنا شغلين. الان الناس بتاعتنا بدأت تقفل زي ما انت شايف كده. هنشوف دلوقتي هنكرر ازاي. بعد ما عملت الصدفة بتاعت البداية بشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة. والفراج بتاع البف. بيسحب الخيط وبياخد اول عمود. عمود الاول وسلسلة العمود التاني. سلسلة العمود التالت. سلسلة العمود الرابع. سلسلة العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة على اول الفراج من الاربع سلاسل. هاخد حشو. هنا بقى مش هشتغل اربع سلاسل زي كل ما فوق الاناناسة. واحد اتنين تلاتة سلسلة الفراج لبعده هاخد حشو. كده اشتغلت تلات سلاسل قفلت بيهم الاناناسة. لان ده هيبقى مكان التأسيس الجديد. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القلبة في الفراج بتاع البف هياخد اول عمود. سلسلة كفاصل العمود التاني. سلسلة لعمود التالت. سلسلة لعمود رابع. سلسلة لعمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعي اتنين سلسلة. اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعلى الفراج بتاع البف هاخد خمسة عمود ما بينهم واحد سلسلة. تلات سلاسل. وفي اول فراج من اللابع سلاسل باخد حشو. تلاتة سلسلة في الفراج اللي بعده هياخد حشو. وهنبدأ نكرر. يعني اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعض الوسط. بنفس التفتيب. هخلص الدور السابع. ونبجع في الدور الثامن. انا كده خلصت الدور السابع. وبدأت الدور الثامن باول صرفه. وفي الدور السابع احنا اشتغلنا الخمسة عمود بينهم واحد سلسلة. واحنا قلنا كل ما هنشتغل الخمسة عمود بينهم واحد سلسلة. هنبدأ ناسس. يبقى الدور الثامن على طول هناسس. هنشوف اماكن التأسيس. بعد كده انت هتبدأ تأسيسي بكل سهولة ان شاء الله. اشتغلت الصدفة بتاعت البداية. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة. عندي هنا تلات سلاسل. اول سلسلة بفوتها بروح تاني سلسلة. باشتغل البف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع داختين. لفع الابعة بخرج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة. من نفس المكان باخد البفوت تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الابعة بخرج منهم كلهم مع داختين. لفع الابعة بخرج من الاتنين. اسسنا في بداية الدهو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. عندي هنا خمسة عمود. بعد اول عمود في الفراج بتاع الواحد سلسلة بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده على طول بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده بياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة كده انا خلصت التلات فراجات اللي فوق العمدان بعد كده هنأسس طب هنأسس فين شايف هنا الجبزة اللي احنا قفلناها كان اخر فراج تلاتة سلسلة هو ده اللي هنأسس فيه لا فعل ايبا بفرط اول سلسلة بقى واحد تانية ااخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابا باخد منهم كلهم بعد اختين لفع الابا باخد من الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا من نفس المكان باخد البف التاني واحد اتنين. تلاتة. اربعة. لفع الابرة بخرج منهم كلهم مع دختين. لفع الابرة بخرج من الاتنين. واحد اتنين تلاتة سلسلة. عندي الخمسة عمود. اول عمود بفوته بروح الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراغ اللي على الدور باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة الفراغ اللي على الدور باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة هنا فراغ وبعدين صدفة الوسط. دايما عندك في التأسيس قبل صدفة الوسط وبعدها في تأسيس جديد. دولة سبتين معك. بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية ببدأ اقس واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الايبة بخجملهم كلهم مع دخلتين لفع الايبة بخجمل الاتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة من نفس السلسلة بسحب البف التانية واحد اتنين اربعة لفع الايبة بخجملهم كلهم مع دختين لفع الايبة بخجمل الاتنين بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الايبة وعلى سطفة الوسط هياخد سطفة اللي هي بتتكون من اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني وكده احنا وصلنا للوسط معناها اللي اشتغلنا قبل الوسط هنشتغله بعد الوسط واحد اتنين تلاتة سلسلة لا فعل ابا عندي هنا تلات سلاسل بعد الصدفة بفوت السلسلة الاولى السلسلة التانية باشتغال فيها الربزة الجديدة بف تلاتة سلسلة بف تلات سلاسل وعلى اول فراج بعد العمود الاول باخد حشو اربع سلسلة وحشو وهنبدأ نكرر نفس اللي اشتغلنا في الجزء الاول من الدور هنشتغله في الجزء التاني من الدور هخلص الدور التامن ونبجع في بداية الدور التاسع انا كده خلصت الدور التامن نشوف بقى اسسنا فين على طول في كل تأسيس هيبقى عندك تأسيس في البداية وتأسيس في النهاية دولة سبتين على طول معاك تون منت بتأسيسي وكمان تأسيس قبل صدفة الوسط وتأسيس بعد صدفة الوسط يبقى عندنا اربع تأسيسات ستين تون منت بتأسيسي في الشائل بعد كده اسس اللي بيبقى زيادة بيجي شايفة هنا جبزة قفلناها في الفراج بتاعها الاخير اشتغلنا جبزة يبقى كل ما هتقفلي جبزة في الفراج بتاعها الاخير هتشتغلي تأسيس كمان وهنا في الجبزة اللي قفلناها في اخر فراج اللي هو بتاع الثلاث سلاسل اخدنا تأسيس جديد يبقى عندنا كام جبزة عسسنا فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى احنا عرفنا الاماكن بتاعة التأسيس يبقى في البداية في النهاية اتنين على طول في الوسط قبل صدفة الوسط وبعد صدفة الوسط بعد كده فوق كل جبزة هتخلص هيبقى عندك تأسيس جديد الجبزة اللي هتخلص هيبقى عندك تأسيس كده احنا عرفنا ازاي بنكرر الشال وازاي كمان بنأسس احنا بنكرر تلات اضوار بس اللي هو التاني والتالت وربع طول ما احنا شجالين بالشال هعمل النموذج ونرجع عشان نشوف شكل الشال النهائي ايه انا كده شجلت النموذج بتاع الشال واسست للغرزة الجديدة اسسنا في بداية الشال يبقى دايما معنا تأسيس في بداية الدور وانهائة الدور وكمان قبل الصدفة بتاعة الوسط وبعد الصدفة بتاعة الوسط بعد كده التأسيسات كلها فوق الجبز اللي بتخلص بيبقى فيه تأسيس فوق الجبزة التانية فيه تأسيس والناحية التانية زيها كل جبزة بنخلصها بنبدأ بنأسس فوقها الجرزة سهلة جدا تكرار 3 أدوار بس مش هياخد معاك وقت خالص زائد انهورة شكله جميل جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى الشرح كان واضح والشهال عجبك لو عجبك يريد تدعمينا بلايك وشيربه ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة